كمان انت يعني حتى في مداخلة سابقة معايا قلت انه لا مستوى المقالات في الاهرام في عدد كبير ممن يكتبون مقالات او في بعض يعني من يكتبون مقالات دون مستوى الاهرام ما هو ده كمان ده مسئولية رئيس تحرير هو طبعا هي مسئولية رئيس تحرير لكن في حدود يعني فيه فرق بين مسألة المستوى لا انا قلت وقتها عدد قليل يعني لان احنا عندنا افضل صفحات رأيه في الصحافة المصرية تاريخيا يعني وما زال حتى الان وفيها تنوع في الحقيقة ما زال حتى الان جيد رغم انه هو تناقص نسبيا يعني لكن لما يبقى فيه مقال في الحقيقة يبقى فيه نوع من الاساءة لاصلا لقيم الاهرام الاساسية في الكتابة ثم يروح يعني مذاكرة تفسيرية ان احنا ده احنا قصدين بالمجتمع اللي عاملين هديف هولان فده لا يجوز ده مش قدر الاهرام الاهرام اكبر من كده بكتير ده اللي كان حصل عندي بقى بالفعل موقف قوي وكان حصل فعلا لتقدر تقول عليه انه هو فيه نوع من التدخل اه هو يعني هو خطأ طبعا انه فيه حد يكتب ضد رئيس مجلس ادارة المؤسسة حتى لو بالغمز واللمز الكتابة نفسها موسيقى للاهرام بغض النظر عن هي مقصود بها مين يعني ده مستوى لا يليق بالاهرام يليق ممكن يتنشر في الصحف بنسمها صحف صفراء بس انت عارض كان يمكن لحمد سيدنا جرء انه يتجاوز ذلك ويكون اكثر قوة بانه يقول انا حتى رغم انه هذا المقال بيشتبني او بينتقدني خلينا نقول بينتقدني يعني لكن انا لا يمكن ابدا ان احزف مقالا او اطلب كمان اعلن حالة الطوارئ في صحيفة الارام واوقف الطباعة لم يحدث لحين لم يحدث لا 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 لم يحدث اللي حصل كالتالي انه هو المدير عام المطابع بعد ما الجرنال خلاص المفترضي ينزل وده لرئيس التحرير احتجز الجرنال لحد ما لازم ينزل بالمقال المقال اصلا ما كانش المقال ده بالمناسبة لا مقال قديم مقال قديم والكاتب نفسه انتهت بالمناسبة انتهت تجديد ليه يعني كنت اوقفت مش هيتجدد له لانه هو اصلا على المعاش من سنة 2012 خلاص لما انتهت تجديد بس هنا 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 فكرة لا شل المقال بتاعه يعني تتناقض حتى والله حتى لو بينتقدني هقول له المقال مش موضوع الانتقاد وهنا القوة يعني يا سيد وقل مش موضوع الانتقاد موضوع هذا الاسلوب لا يليق بجريدة الاهرام بغض النظر هو عن استاذ وائل ولا عن احمد النجار ولا عن علي ولا سين ولا صاد ولا عين من الناس خلاص ده لا يليق بمؤسسة الاهرام وبالمناسبة لم يحصل على موفقا ويعمل كاتب عمود لانه هو في الحقيقة تقديري انه بالفعل ولازم بتبقى فيه موافقة من رئيس ماليس الادارة بيقترح او بيرشح رئيس التحرير لازم تبقى فيه موافقة مني مفكنش فيه موافقة لا بس الرجل بيكتب ما هو بيكتب بيكتب فأمر واقع انا قصة الموقف معاه وفقا رضائي عنه او عدم رضائي عنه لا من البداية بالمناسبة من البداية بالمناسبة انت من المؤمنين بحرية التعبير تماما فحتى لو انت تشهد عنه ده بالعكس ده يحصنه اكتر التدني في الكتابة لا علاقة لها بحرية التعبير لكن بالمناسبة الموافقة او عدم الموافقة من الاول انا مكنش موافق على مسألة الكتابة عمود لانه في الحقيقة يعني ممكن يكتب مقال لكن صعب ان انت تدي حد عمود يومي لانه دي في الحقيقة مسئولية كبيرة وبيبقى حد يعني ورى ظهره تاريخ هائل عشان تقدر تصدقه بس انا شايف كل ده كمان يعني انا بناء الشكل هائي ببورش يجد ده مسئولية رئيس التحرير وانت مسئوليتك ازاي انامي موارد الاهرام ازاي اعزز مكاسبها عمود دي نقطة همشية اصلا يا استاذ واقع لا 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 حالة الغليان ما انعكست بقى بالمناسبة انعكست الجبهات يعني اصبح الاهرام برصين وانت عارف انه يعني لا عمر الاهرام مكانت برصين لسبب انه في الحقيقة القانون واللي حواطحين هو رئيسي واحد للمؤسسة هو رئيس مجلس ادارتها لانه زي ما انت عندك الادارة العامة للمطابع ادارة العامة شؤون العاملين ادارة العامة شؤون قانونية وكالة الاهرام الاعلان ادارة العامة للإعلانات فيه ادارة العامة للتحرير هي ادارة زي الادارات ولكنها لها وضع مميز بحكم ان دي مؤسسة صحفية وبحكم ان الاهرام هو عماد هذه المؤسسة الصحفية وطول الوقت بالمناسبة انا الجهد اللي بيوزل فيه تحسين والحفاظ على التوزيع يعني هائل يعني كان ممكن ببساطة يعني احنا عاملين فتح عدد ضخم من نقاط جديدة للتوزيع عشان زيادة توزيع الاهرام الحفاظ على تفوقها انها رقم واحد رغم كل ما حدث للصحفة المصرية الورقية من تراجع او غيره تظل المؤسسة الاهرام اعلى بكتير من الجريدة اللي بتليها ويظل تأثيرها هو الاعلى في الرأي العام وفي النخبة وفي صناعة القرار وبالتالي انا كنت معني بدا بانه التوزيع فتح عدد ضخم من نقاط التوزيع وبالفعل حصل ويمكن مراجعة الادارة الامة